الفنانة المعتزلة شمس البرودي ظهرت أبر ابنها الراحل عبدالله في الجمعة الأولى بعد وفاته وانهارت من الصراحة على أبره وكي بتردد كلمات وحشتني يا عبدالله وحشتني يا قلبي حرصت الفنانة المعتزلة شمس البرودي وجزء الفنان حسن يوسف على زيارة أبر ابنها من راحل عبدالله في أول زيارة ليه بعد وفاته وكيتوفى عبدالله حسن يوسف يوم السبت اللي فات غرقا في أحدى كرة السحل الشمالي وأول ما وصلت شمس البرودي عند أبر ابنها انهارت من البكاء فأول زيارة لأبره وفي أول جمعة عدى عليه وهو في أبره ومع دماغة وصراحة كانت بتقول النهاردة عدى أسبوع على فرائك يا ابني يا قلبي يا روحي وحشتني قوي يا عبدالله وفضلت دعيله المدة طويلة ومن دقيق قليلة غادرت شمس البرودي وحسن يوسف قبر ابنهم عبدالله بعد زيارة استمرت أكتر من ساعة لكن قبل ما يمشوا من عند القبر وزعت شمس البرودي بعض الهدايا على الناس اللي كانت موجودة هناك في محيط المدفن هدايا عبارة عن بعض المصاحف وبعض الأموال صادقة على روح ابنهم عبدالله ربنا يرحمه ويصبر والده والدته وإخواته على فرائه ادعوه يا جماعة من فضلكم والحد هنا يكون الفيديو خلص لكن لسه أسرر أنا مخلصتش استنونا فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم